ايه تاني من الاكل طيب يعني انا عايزك تقولي احنا في حاجات معينة كده ثابتة تقريبا بشكل شبه يومي يعني الرز والمكارونا والعيش والبطاطس والحاجات دي ثابتة بشيء طب تعالى نقول اللي بيتخن الناس حكتين عشان نختصر للناس ايه الصداع ونقول مش اكل بعينه حكتين اللي هيخشوا الخلايا الدهونية ويتخنوني يعمى النشويات يعمى الدهون ودي اكتر حاجات بتتخن زي الحلويات هي عبارة عن نشويات ودهون عالية التواجن اللي بنعملها زي ما اكتر بالشمال نشويات ودهون عالية فاحنا عايزين نحد من حكتين كمية النشويات وكمية الدهون اللي بنستخدمها كلنا في بيوتنا عارفين ان احنا في رمضان فيه خزين زيت فيه خزين سامنة بنستغلكوا بصورة مش عادية غير الايمانين معنا كده نستخدم كمية الدهون مش عادية كده بنتخن غير الحلويات على فكرة حتى في اكلنا العادي تديروا بقى سامنة تديروا زيت تديروا وتابر فاحنا عايزين نحد من كمية النشويات كمان اللي معمولة بدهون يعني لو انا عاملة رز بالشعرية يعني البيت المصري القصير بيحب بسامنة حلوة كده وانحمة وبيق احلى على فكرة مش معترضة طبع بس بدل ما باكل طبق قد كده هاكل طبق قد كده وعال الرز فيه لا مو ده طبق الرز لا انا لو عايز اعمل بالانس يا لو عايز اكل الاكل المتمون اكل منه كميات صغيرة عايز اخففه مش هقولك ستيم درايس يعني مش هقولك رز مسلوء بس يعني بمعلاقة زيت واحدة بمعلاقة سامنة واحدة حقدر ساعتها قطر الكمية شوي فطبعا ولو ححلي مثلا باكل كله مع طبق السنة الخضرة يا جماله لا بصي انا مش فهمة ليه الخضار وانتكلش في رمضان انا مش فهمة يعني الحكمة في ايه والفاكهة يقولك إلا عنده فاكهة دخل بيه رمضان حتبوز وتترمي عشان احنا بنغير وحنعصرها عارفها نعصرها الولادة عشان ما تترميش هقولك على حاجة اقولك ليه ده عشان احنا دايما بناخد السكريات ساعتنا من الفاكهة في الايام العادية فدخلنا رمضان رمضان ليه طقوس وليه الكنافة وللقاطايف والبزبوسة نحنا ممكن نحشي الكنافة موز رز بلبن الطفلي بقى تخيل من الكنافة والقاطايف والبزبوسة بالفاكهة مثلا ممكن نعمل الكنافة والقاطايف نحشيها فاكهة وممكن نعمل شربات قليل فممكن نقول يعني تريكس او خطوات نعملها يعني مثلا نحديك اجزامبل في رز بلبن اول مهلبية لو استعملت اللبن مش هقولك خالد دا ساو الناس دولك طعم وحش لبن الطبيعي اللي بنجيبه غالينيه شلنا القشطة بتاعه استخدمناه قللنا السكر شوية في البيت وحطينا القشطة على رز المعمر اديناها لمحمد اديناها لمحمد رز المعمر مش الاشطة فلو عملنا كده وحددنا السكر بقى طبق رز بلبن سعراته قلل بكثير من اللاجبيه منبره بقشطة وعليه مكسرة واسمها حاجة حلو حددت بدل ما بحط خمس معلق سكر احط اتنين اللي عنده سكر ياخد باله كبان الناس مرضى السكر ممكن نستخدم المحلص صناعي بيفرق جدا معي في العصير وفي الحلويات فممكن جدا نلعب في الحاجة بحيث نقلل سعراتها ومش هقولك نخيص بحاجة مدهق من كلمة خسان ما نتخنش خلاص اتفقنا على دي طيب الشرفتين ونورتين يا دكتورة مروى دكتورة مروى نوح استشاري الأغذية العلاجية وحطت رشدة كده في الآخر نمشي عليها عشان نحاول نحافظ على وزدنا في شهر رمضان كل سنوات تطير شكرا جزيلا وانت طيب وخير نورتين